ودهما تجي معادينا مع آخر فقراتنا وفي الفقرة دي هنتكلم معاكم عن أحدث التقنيات اللي في السيارات وهنتكلم تحديدا عن السيارة مرسيليس القهربائية الصديقة للبيئة والمعروفة باسم EQS2022 العربية دي بتعتبر المنافس الأول للسيارة BMW i7 طبعا إحنا هنتكلم عن مواصفات العربية بشكل عام بس في جزء معين فيها هو اللي قررت إننا نركز عليه وهو تواصل العربية مع السيارة بالضبط كده زي ما أنت سمعت هنتكلم عن طريق تواصل بين العربية والسائق إزاي يكون فيه تواصل ما بينكم كده حابب بس أقول في الأول أن العربية هي نسخة كهربائية من طراز S-Class 2021 يعني هتلاقي ما فيش اختلاف كبير جدا بين العربيتين في الشكل الخارجي شوية التصميم الداخلي بتاع العربية الحقيقة هو تصميم مبهر جدا لأنه مستوحى من تصميم اليخوت ومش أي خوت اليخوت الفارهة وتم استخدام مواد معاد تدورها في تصنيع المقصورة الداخلية باعتبار أن العربية صديقة للبيئة يعني طيب نيجي بقى الأهم نقطة في الموضوع وهي تواصل العربية مع الحواس الأربعة للسائق شركة برسيدس الألمانية أكدت أن العربية هتقدر تتواصل مع أربع حواس في الإنسان وهي الشم والسمع واللمس والبصر يعني هتلاقي العربية فيها فلتر هواء للجسيمات وده معمول من تكنولوجيا مزهلة جدا وبيعتمد على تنظيف الهوى وتصفيته قبل ما يدخل لحضرتك عشان تشم كده هوا متفلتر وزي الفل مش بس كده العربية كمان فيها خاصية عطور رائعة جدا وده ميكس كده من أفخم وأعظم العطور الفرنسية اللي موجودة عشان تدي مزيج من الأريحية للقائد وراكب العربية هو ماشي كده ما يبقاش في أي حاجة مضايقية يعني طيب العربية تتواصل مع حسة البصر إزاي العربية فيها مجموعة من المؤثرات البصرية والتلاعب بالإضاءة الداخلية المحيطة علشان تريح حين السائق والركاب حسب الإضاءة المختلفة اللي بيمشي فيها فيما يتعلق بالسامع بقى فبعيدا خالص عن النظام الصوتي واللي بيتغير بتغير وضعية القيادة يعني كلما تغير وضعية القيادة كده الصوت هيزبط نفسه معاك لوحده وإن العربية هتلاقيها بترحب بالسائق والركاب قبل يدخل من العربية وحدك داخل كده العربية هتلاقي في حد بيرحب بيك ويقولك أهلا وسهلا عمد الله على السلام أنورت بيتك ومطرحك كده يعني وممكن تختار أنك تسمع أصوات داخل العربية زي صوت البحر أو صوت المطر في الصيف أو صوت الهوى في الصحرة كل بقى الحاجات دي عشان تهدي أعصابك وانت ماشي في الزحمة بجد يا جماعة أنا مش عارف أقول إيه يعني أنا شخصيا كفاروق يعني العربية مبهرة جدا بشكل غير طبيعي بالنسبة لي العربية فيها إمكانيات يعني كفاية خاصية العطول الفرنسية العظيمة اللي موجودة فيها اشتركوا في القناة